بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات ثانية متوسط أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء أيضا جاني في التعليقات سؤال يقول أستاذة ما الفرق بين الحركة الانسحابية الدائرية والحركة الدورانية والحركة الانسحابية الدورانية في هذا الفيديو راح إن شاء الله في الأخير راح تفهموا الفرق بين الحركات الثلاثة خلونا قبل ذلك قبل ما نبدأ نقول بسم الله يا الله على بركة الله نقول جميعا بسم الله لكي يجينا للدرس أسهل ما يكون إذن نبدأ على بركة الله راح ندير المقارنة على شكل جدول ولكن قبل ذلك باش تفهموا هذا الجدول والمقارنة لهذا السؤال شفتوا في عدة فرص ممكن يجيكم في الاختبار تدو عليه العلامة الكاملة إن شاء الله نبدأ على بركة الله نبدأ بالحركة الانسحابية الدائرية شوفوا معي كما شفتوا في الدرس أنكم خذيتوا مثلث قائم إذن هكذا بهذا المثلث القائم راح ندرس الحركة الانسحابية الدائرية ونشرحها خذيت في هذا المثلث ثلاث نقاط من الكستاعي النقاط المعلمة باللون الأحمر شوفوا معي هذه النقاط مثلا هذا هو الكستاعي إذن راح يكون كستاعي هكذا وندرس حركة الانسحابية الدائرية إذن من خلال هذه الحركة اللي راح تكون هكذا إذن شوفوا معي راح يتحرك هكذا في مصار دائري هذه الثلاثة نقاط راح تتحرك مع الكستاعي هكذا راح يكون الحركة هكذا إذن راح راح تدير لي الثلاث نقاط مسارات دائرية شوفوا معي راح نرسل بالمدورت دائرية هذه المسارات الثلاثة اللي راح تكون دائرية نبدأوا بالنقطة الأولى اللي مثلا سموهم سموهم A B C إذن نقطة راح تشكل لي مسار دائري قلت راح أعينه بالمدور هكذا هكذا إذن قلت النقطة راح تتحرك على مسار دائري نفس الشيء اللي بي ولكن لحظوا معي المدورت دائري راح يبقى على نفس المسافة يعني ذلك شوفوا معي لكم نقيس نصف القطرة دائري ندير مسمار المدور على السفر هكذا والقلم هكذا القلم مسمار المدور على السفر والقلم التاعي راح يجي على بتقريب ثلاث اثنين فاصل خمسة راح نخليها نفس الفرجة نفس الفتحة إذن ندير مصار النقطة بي هكذا أضع القلم على بي ثم بعد ذلك أثبت مسمار المدور على هذه النقطة ثم نرسم المصار الذي يمر من النقطة بي لأن بي خلال الحركة راح تتحرك أو حتنتقل على هذه الضائرة نفس الشي نرسم مصار النقطة سي عندما نحرك للكوس دائري إذن بنفس الطريقة ندير القلم دائري على سي ثم أثبت مسمار المدور دائري ثم نرسم دائرة أين تتحرك النقطة سي دائري هكذا نثبت القلم من المسمار المدور دائري إذن هكذا لازم نثبت جيدا المسمار باش ما يتحرك باش يمجلي الدائرة دائري هكذا إذن هو لاحظ أنه يكون عندي ثلاث مسارات دائرية إذن في الحركة الإنسحابية أولا ما معنى الإنسحابية معنتها النقاط الثلاثة آه بي وسي رح تنسحب رح تغير من مواضعها ودير لي مسارات دائرية إذن في الحركة الإنسحابية الدائرية نلاحظ أن المسارات إذن المسارات النقاط تع الجسم الدائي هي مسارات دائرية وش نلاحظ أيضا أن المسارات هذه متطابقة وش معنتها؟ معنتها أنصاف الأقطار تعد دوائر الدائي شوفوا معي إذن سميت نصف القطر الدائرة اللي تمر على النقطة سميتها أو واحد إذن رح يكون نصف قطرها 2.5 سميت أو ثلاثة هو نصف القطر تعد دائرة التي تمر من سي أيضا نفس الشي نصف قطرها هي 2.5 إذن نلاحظ أنصاف الأقطار تعد دائما متساوية إذن يعني ذلك أن الدوائر التاعي أو المسارات التاعي متطابقة هذا وش معنتها؟ متماثلة إذن في الحركة الإنسحابية الدائرية إذن المسارات إذن هذه يعني أن هذه هي المسارات إذن المسار سي مسار بي مسار أ وش بيها وش بيها؟ إذن طبيعتها مسارة دائرية لها نفس الأقطار وش معنتها لها نفس الأقطار؟ رح تكون متطابقة إذن كون نجبد هذا المسار سي وضعه على المسار بي رح يكون متطابق عبر الأحمر في الوصف ونشرفه معايا واحد أولاً معنتها باليد الحرة كون نجبد المسار سي هذا هو المسار سي أضعه على المسار بي رح يكون متطابق رح يسخبه نقوم بالأحمر هكذا بي سخبه نفس الشيء رح يأتي إذن المسار أ متماثلة هذا وش نسميه مسارات متثنة متماثلة الآن نكون نلاحظ أن المركز داع الجسم هوليك نفس الشيء رح يرسم لي دائرة مسارها دائري وتكون أيضا متماثلة بالنسبة للمركز هذا في الحركة الانسحابية الدائرية إذن بديت لكم مثال باش نقرأ الفرق نفهم موش معنتها مصارات الحركة الانسحابية مصارات دائرية ومتماثلة يعني متقايسة لها نفس الأقطع إذن المعلومة الثالثة أن مراكز الدوارات تكون مختلفة يعني هذه الدوارات ما عندهاش نفس مركز الدوارات وأيضا المعلومة الثالثة أن هذه المراكز إذن هي خارجة من الجسم بتاع الكستح إذن هذه بالنسبة للحركة الانسحابية الدائرية الآن نقول للحركة الدوارانية شوفوا معي أما النوع الثاني وهي الحركة الدوارانية شوفوا معي ضغط تفهموا مباشرة شوفوا معي جبت لكم لعبة هاتس بينول هذه إذن معروفة إذن شوفوا معي شوفوا معي كيف تتحرك شوفوا معي شوفوا معي لكم ندير القلم تاعي داخل إحدى هذه الفتحات أو هذه الدوائر شوفوا معي لكم ندير القلم تاعي ونظور هذه اللعبة شوفوا معي راح تمد لي مصار دائري ثم بعد ذلك نأخذ مثلا شوفوا معي هذه النقطة نفس الشيء تمد لي مصار دائري هذه مصار دائري ثم نجبد نقطة داخل ولكن قد نبعد شوية من هذا المكان نديرها هكذا راح تمد لي أيضا مسار احتدر احتمد لكم مسار دائري لأنها لعبة هنيا راح تمد لي مسار دائري ومنساش هنيا في هذا الوسط عندي المركز تاحا إذن المركز هذا هو المركز شوفوا معي هذا هو المركز إذن ماذا نلاحظ عن مسارات نقاط تاع الجسم مسارات أيضا دائرية إذن مسار دائري مثل الحركة الانسحابية ولكن حذري تختلف عن المسارات تاع الحركة المنحنية فيما تختلف هنا المسار هذا والمسار هذا لهم نفس المركز هنا ما عندهمش نفس المركز احتدر هنا ما عندهمش في الحركة الانسحابية نفس المركز هنا عندهم نفس المركز ولكن المسارات غير متطابقة غير متماثلة في كل مرة لكم ناخذ نقطة أخرى راح تدير لي مصار أيضا دائري ولكن هذه المصارات تكون غير متماثلة غير متطابقة وش معندها غير متماثلة يعني ما عندهاش نفس القطر شوفوا معي نصف القطر هذا يختلف عن نصف القطر هذا ويختلف عن نصف القطر هذا هذا أكبر من هذا وهذا أكبر من هذا يعني أنصف الأقطار مختلفة يعني ذلك أنها غير متماثلة بعدما أمديت لكم وشوفوا معايا والمركز كيف هو المركز شوفوا معايا كي ندورها شوفوا معايا المركز المركز ثابت نقطة ثابتة إذن ما صار النقطة هذه ثابتة شوفوا معايا كي تتحرك هنا تدير مسارات دائرية ولكن نلاحظ أن المركز ثابت يعني نقول جميع مسارات الحركة الدورانية الدائرية ما عدا المركز نروح نشوف الملخص داعي باش أطبق كل هذا شوفوا معايا لاحظوا معايا إذن كتبت لكم الحركة الانسحابية الدائرية والحركة الانسحابية الدورانية شوفوا معايا لاحظوا معايا إذن أول شيء الحركة الانسحابية الدائرية مسارات كل نقاط الجسم الدائرية وهنا قلنا هنا التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك ما عدا مركزه شوفوا معايا المركز هنا نقطة ثابتة مسارات دائرية وغير متماثلة إذن في المقارنة ضروري جدا هنا نكتب متماثلة وهنا نكتب غير متماثلة الشيء الثاني في الحركة الانسحابية يكون الجسم ينسحب ويغير من موضعه هنا المقارنة فش تنفعكم كي مثلكم طبيعة الأجساء شوفوا هل الجسم ينسحب يغير من موضعه إذن حركة انسحابية ثم بعد ذلك المسارات الدائرية إذن انسحابية وش نضيف لها دورانية ولا دائرية إذن نشوف هل المسارات متماثلة متقايزة ثم بعد ذلك أحدد أنها دائرية في الحركة الدورانية يكون الجسم لا ينسحب شتوا معايا في اللعبة هذه لا ينسحب من مكانه شوفوا معايا يدور الجسم يدور حول مركزه ولا ينسحب لا يتحرك ثم بعد ذلك وش عندي ثانيا الفرق الثاني شوفوا معايا الفرق الثاني قلنا أن جميع نقاط الجسم بما فيها مركزه تتحرك وفق مصارات دائرية هنا قلنا تتحرك وهنا وش نقول في الحركة الدورانية نقول جميع نقاط الجسم ماذا المحور أو المركز في بعض الأحيان يكون محور وفي بعض الأحيان يكون مركز دوران ترسم مصارات دائرية هنا قلنا تتحرك وهنا ترسم مصارات دائرية ثم الفرق الثالث أن مصارات الجسم متماثلة ومتطابقة يعني متقيسة أي لها نفس القطر ومركز الدوران مختلف شفناه في حركة الكوس أما في الحركة الدورانية مصارات الجسم غير متماثلة ليس لها نفس القطر ولكن لها نفس المركز رابعا إذن مركز الدوران في الحركة الانسحابية الدائرية يقع خارج الجسم لا ينتمي إلى الجسم مركز الدوران أو محور الدوران يقع داخل الجسم ينتمي إلى الجسم أما الأمثلة شوفوا معي إذن هنا قلنا في الحركة الدورانية مركز الدوران أو محور الدوران يقع داخل الجسم ينتمي إلى الجسم شوفوا الأمثلة راح تبيلكم خاصة هذا هو الفرق الرابع شوفوا معي دوران القمر حول الأرض إذن القمر عندما يدور حول الأرض إذن هنا دوران القمر هي حركة انسحابية لأن القمر ينسحب ويدور حول الشمس حول الأرض والأرض هنا مركز دوران ومركز دوران لا يقع داخل الجسم إذن لا يقع في القمر ثم عندنا حركة العربة فيها جدلة التسليل الكبيرة أيضا تعتبر حركة انسحابية ودائرية لأنها مساراتها دائرية ومتطابقة وتنسحب إذن تتحرك هكذا أما في الحركة الدورانية دوران الأرض حول نفسها شوفوا معي هنا محور الدوران تعل الأرض يقع في الجسم هنا فتح وغلق الباب عندما نفتح ونغلق الباب هنا عنده محور الدوران أين يقع محور الدوران؟ يقع على الباب إذن راه داخل الجسم حركة عقارب الساعة أيضا هي حركة دورانية ثم بعد ذلك دوران المروحة أيضا حركة دورانية حركة الأرجوحة أيضا حركة دورانية أما بالنسبة للحركة الإنسحابية الدورانية إذن نجمع بين الإنسحابية والدورانية هي الحركة التي تحافظ فيها نقاط الجسم المتحركة على الإتجاه نفسه وتكون المسارة دائرية وغير متماثلة لماذا قلنا غير متماثلة؟ راح نطبق عليها الخواص لشوفناها في الحركة الدورانية أمثلة على ذلك حركة الدورانية حركة القلب تنسحب تغير من مواضعها لا تبقى في مكان واحد وفي آن واحد تدور حول محور محورها المحور الذي ينتمي داخل الجسم المحور هو هذه السيالة لرهي الداخل أتمنى فقط أنني كفيت ووفيت على الفرق بين الحركة الانسحابية الدورانية والانسحابية الدائرية والحركة الدورانية تمنيتي لكم بالتوفيق سلام الله عليكم لا تنسوناش بتعليق بسيط يسعدنا ويشجعنا على المواصل